يوما بعد يوم تتقلص المسافة الفاصلة عن الاستحقاقات الدستورية التي تداهم لبنان وتمر بمخاض عسير أبرزها تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية فيما لا تزال اللعبة تشد الحبال بين القوى السياسية تتواصل في ظل الوضع الأمني المتردي وتأثيرات الأحداث التي تعصف بالمنطقة وسط كل ذلك برز اقتراح جديد لرئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو فيه إلى انتخاب رئيس للبلاد من الآن وعندها بحسب رأيه لا يبقى هناك مشكلة في موضوع الحكومة معتمدا على سوابق حصلت قبل ذلك بانتخاب الرئيس لياس ساركيس عام 1976 قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية الرئيس سليمان فرنجي اقتراح تم تداول فيه ظروف مختلفة عن ظروف 1976 اجي اقتراح بانه كان الرئيس سليمان فرنجي قال ارحمو كان طرف في هذا الصراع انه اذا انتخابنا الرئيس جديد للجمهورية ممكن انه تحلح للوضع او يصير فيه بداية حلول وتقدمت هالفكرة الى درجة انه تم تعديل المادي 73 من الدستور التي تجيز انتخاب رئيس جمهورية قبل ستة شهر من انتهاء ولايته وليس قبل شهرين وعلى هذا الاساس تم التعديل وتمت الموافقة على هذا التعديل الدستوري لمرة وحدة فقط احاول الرئيس بري ينبه بجوز مراجع معينة او قوى سياسية معينة من خطر الفراغ خطاب رئيس الجمهورية ميشيل سليمان امام الهيئة الاقتصادية جاء ليؤكد مرة جديدة على اهمية احترام الاستحقاقات والمواعد الدستورية لا سيما منها الانتخابات الرئاسية من اجل حماية لبنان وحماية مؤسساته من الفراغ الذي قد يؤدي الى شلل في منظومة الدولة ككل انا بشوف خطاب فخامة الرئيس مبالح نوع من صرخة من تمرد على الوضع القائم والاخص عندما اشار انه طيب اذا فيه ناس حياديين بلبنان لا من هذا الفريق او من هذا الفريق او بيحايلوني عبروا عن رأيون كان عا بيوجه نوع من انتقاد ضمني لللي اعتقدوا ان الحكومة الحياديية هي درر للبنان مش صحيح ابدا هذا الكلام مش صحيح ابدا هذا الكلام بقى اما اذا من اننتخب رئيس جمهورية انا تمنى ان يحصل التقاربات المطلوبة او التدخلات الايجابية المطلوبة من قبل اصدقاء لاتمام هذا الاستحقاق في موعده ووسط التحركات السياسية الحاصلة في الوقت الراهن اعتبر الصايغ ان مصير الحكومة قد يربط بمصير الاستحقاق الرئاسي كما رأى ان التمديد لرئيس الجمهورية ليس مغامرة انما المغامرة تكون بالفراغ في موقع الرئاسة